اشتركوا في القناة مناسبة عزيزة في الحقيقة على كل سعودي وسعودية وهي كما يقال البدايات دائما هي منطلقنا للاستمرار منطلقنا للنماء منطلقنا للتنمية ويوم التأسيس في الحقيقة هو عودة للجذور عودة لكفاح المؤسسين عودة للانطلاقة المظفرة المباركة التي بنت ثلاثة قرون من بناء الدولة في هذه الأرض المباركة وانتجت النماء والخير وانتجت حالة الدولة في هذه المنطقة كما أنها مناسبة في الحقيقة ونتطلع إلى الاستمرار في تذكرها وفي الاحتفاء بها ويسعدني في الحقيقة كثيرا ما أشاهده وألاحظه من احتفائية بهذه المناسبة وليس بيننا في المملكة العربية السعودية إنما في الشقيقات الخليجية وفي مطلعتها الشقيقة مملكة البحرين وأيضا الشقيقات الخليجية الأخرى هذا اليوم هو يوم في الحقيقة يوم عظيم ويوم مهم في حياة المملكة العربية السعودية وأنا أعتقد اليوم أن مثل هذه المناسبة هي تحيي كثير من المعاني معاني التأسيس معاني الكفاح معاني بناء الدولة معاني بناء الإنسان في هذه المنطقة ونحن نعرف أن هذه المنطقة مرت بصعوبات جغرافية وصعوبات عسكرية وصعوبات سياسية ولكن الإنسان في هذه المنطقة كافح وأنتج في الحقيقة الثقافة وأنتج الحضارة وأنتج الدولة في الحقيقة وأنتج هذه التنمية التي تعيشها أجيالنا المعاصرة نعم سعادة المستشار اليامي طبعا التاريخ يشهد على أن هناك كثير من الحضارات العريقة تعاقبت على مملكتي البحرين والسعودية وكانت تجمع طبعا المملكتين منذ القدم علاقات مميزة حدثنا عن هذه الحقوب وعن هذا التاريخ العرب تاريخ العلاقات البحرينية السعودية في تقديري وكقار للعلاقات الدولية وأحد المهتمين بمنطقة الخليج والمملكتين جوهرتين في هذه المنطقة يعني العلاقات راسخة وقديمة ولعل بناء الإنسان في هذه المنطقة نستطيع أن نقول أنه كان بناء واحدا كان هناك علاقات المصاهرة كان هناك علاقات النسب كان هناك علاقات التبادل التجاري كان هناك علاقات مكافحة الأخطار كان هناك الهجومات العسكرية كان هناك الجوائح الطبيعية وكان الإنسان في المملكتين الإنسان في هذه الأرض في هذه البقعة الجغرافية كان إنسانا واحدا في الحقيقة والإشارات الأولى التي تتحدث عن العلاقات هي تعيد في الحقيقة جذور هذه العلاقات إلى الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية وهي تضع تسليطا من الضؤف الحقيقة على الدولة السعودية الثالثة عندما كانت زيارة المؤسسة المغفرة للملك عبد العزيز إلى مملكة البحرين في وقت مبكر من القرن الماضي ثم كان هناك أيضا الزيارة الميمونة للمرحوم المغفرة للملك سعود بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد في ثلاثينيات القرن الماضي أيضا وتتالت بعد ذلك الزيارة تتالت بعد ذلك تجسير العلاقات تتالى بعد ذلك تأكيد العلاقات الأسرية والعلاقات الأخوية وعلاقات النسب والمصاهرة كل هذا في تقديري اليوم هو يخلق هذه اللحمة التي نشهدها بين المملكتين وهو يخلق في الحقيقة هذه الدرجة العالية من التناقم في المواقف السياسية المواقف الاقتصادية المواقف التنمية المواقف أيضا يعني المواقف الموحد والدائم والمشرف في الحقيقة للمملكتين في تجاه المواقف الدولية والتي يكاد يكون مواقفا واحدا متناغما لصالح المملكتين ولصالح الشعبين ولصالح أيضا المنظومة الدولية يعني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تحظيان بسجل وبمصداقية دولية عالية وتحظيان أيضا بدرجة عالية من أنهما بلدان محبان للأمن والسلم الدوليين وركائز أساسية لهذه المفاهيم التي يعلي من شأنها المجتمع الدولي لذا نستطيع أن نقول أن هذه العلاقات أيضا لم تكن فقط لمصلحة الشعبين والبلدين والمملكتين إنما أيضا كانت لمصلحة استقرار المنطقة والاستقرار العالم نعم سعادة المستشار سالم اليامي باحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض شكرا جزيرا لك ترجمة نانسي قنقر